كابتن حسام عبد الكيم كان له أراء فنية فيما يخص المباراة الماضية لمنتخبنا الوطن أمام غينيا بساو اتفضل يا كابتن حسام طبعاً كلنا شفنا المباراة الكريم وشفناها بشكل كويس جداً جداً في 45 دقيقة التانية المنتخب المصري أدى أداء كبير وأدى أداء مشرف في 45 دقيقة التانية من عمر المباراة 45 دقيقة الأولى كان فيها مشاكل ومشاكل دفاعية لحد أما كابتن حسام حسن عمل التغييرات بتاعت إمام عشور بمحمد هاني وبعدين غير أوفة طبعاً ده تغيير الراري بالمصفة محمد التغييرات اللي قام بيها وبعدين إبراهيم عادل وبعدين كده آخر حاجة كان نصر مهر إنما في لقطات لازم نقف عندها ولازم نشوفها ولازم دي في شكل المنتخب في التحليل الشكل الدفاعي المنتخب مصر كده فيها مشاكل ومشاكل كبيرة جداً لو يجبونا اللقطة الأولينية الصورة الأولينية كده شباب فيما يخص الأمور الدفاعية المنتخب مصر الهدف الأولين طبعاً بصوا شايفيني الشكل ده لو أنت يا كريم كده أنت تفرقت على الماتش يا كريم أه فرقت وإنت كيمه برضو تفرقت صح طب لو أنت ما تفرقتش على الماتش وغمضت يعنيك كده وبدو تبص على الصورة دي ونقول لك حلل الصورة دي أنت تشوف إيه المنظر اللي أنت شايف رامي ربيع راح يجيب جول في غنيا بسان صح الكلام كده يبقى أعرف على طول كده إن هنا في شكل دفاعي خاطئ ده اللي تبنى عليه كل اللي أنا هورهولك دلوقتي وهتشوف دلوقتي في الحالات الخطيئة للمنتخب المصري هاتبقى الصورة اللي بعدها يا جماعة لا تبقى الصورة دي كابتن عشان أنا نرجع يا جماعة للصورة أنا عايز أقول لك حاجة أخطر حاجة للمدافع أخطر حاجة للمدافع لما بيكون وش الجون وظهر الملع طبعاً دي كارسة عشان كده لازم المدافعين يتلاشوا حتى أننا يبقى وش ده مفروض رامنا بيع خبرات كبيرة جداً ده المفروض فدي دي كورة خطر جداً من أي مدافع في العالم إن أنا وش الجون وظهر الملعب مش شايف اللي وراي دي مشكلة كبيرة جداً دي كارسة طبعاً هات الصورة الحلقة الأولى كده يا جماعة واقف هنا عند الحلقة دي شوف كده هنا من هنا اللي عند الدايرة هنا محمد صلاح شوف هنا اللقطة دي محمد صلاح هات اللي يا جماعة اللي كدب تاني كده محمد صلاح هو زي ما انت شايف كده بالشكل ده موجود هنا هو اللي في الحتة الدفاعية رغم إن الكورة دي كانت في استحواز المنتخب المصري قبل ما يتم افتقاضها ومحمد حمدي هنا وهو بيجري انت شايفه بيجري على فين على مكانه هنا في مركز الباكليفت ولا بيجري لجوه شايفه رقم 12 هو محمد حمدي هو بيجري بيجري بيه على اتجاه الداخلي لنص الملعب هات الفريم البعض دي كان الكورة سابتة لينا وحالة رجوعات عشوية جدا اه دي كانت متحركة هنا وصلت الهاجمة هنا اهو الكورة دي نفسها شوف هنا من اللي في الكادر هنا من رقم 3 ده محمد هاني محمد هنا في مركز ايه ليفت باك ايوه الباكليفت هنا تمام وهنا اللي بيغطي من ناحية التانية ناحية اليمين هو تريس جي وهنا المفترض تريس جي بيلعب ايه عندنا هاب ليفت يبقى هنا في حالة من التمركزات محمد هاني ضرب الاسبرينتي ده كله عشان يغطي المشكلة والنصيبة الكبيرة اللي عملها محمد حمد اللي انا وردتها لك من الاول انه ما جري جري في قلب الملعب ما جريش في ايه الخط وتبانى عليها هجمة بقى تريس جي هو اللي بيدافع لو كملت الحالة دي بشكل كبير جدا هتشوفها اللي هي طلعت منها ضربة روخنية كان حتى الراجل عدى من تريس جي وكانت هجمة خطر وتواصلت لضربة روخنية طب هنا في اصلاح المشاكل الكبيرة دي والمساحة الكبيرة اللي هي موجودة هنا في المنتخب دي من الحالات الدفاعية اللي هنا فيه الارتداد اما منتخب المصري بيفقد القرى كان كل دي بتاعت كابتن حسام حسن بشكل كبير جدا بيد مهام وشكل دفاع اللي كل واحد هيرتد لانهي مساحة موجودة في الملعب عشان يغطي المساحة الدفاعية اللي موجودة بالنسبة هاتي الفريم اللي بعده وجمع هاتي اللي بعدها طيب دي بداية هجمة هنا بص محمد حمدي نفس السيناريو بص محمد حمدي هو بيجرى على فين هنا على جوه على جوه ابدأ ماشي الفريم جماعة ماشي كده ايوة ماشي كمان ايوة الراجل هنا استلم اهو ولف هنا في المساحة ماشي الكرة هيطلع انكادة بالشكل ده كل دي مساحة فاضية هي مفيش محمد حمدي ومين اللي بيجرى معنا هنا قفة المهاجمة هوت عشان بيحاول ريجع الراجل الفروت بيحاول يغطي المساحة الكبيرة اللي كانت موجودة هنا اكمل هات الفريم اللي بعده هات الفريم اللي بعده والراجل هنا عدى منقفة بالشكل ده وخد مساحة تفرج على كل المساحة اللي هيجري فيها جنس الانكادة ماشي يا جماعة ماشي الفريم ايوة لحد ما وصل لمحمد حمدي هنا وعدى منه بمنتهى البساطة الده الراجل رقم 17 هنا اللي كانت ممكن تبقى هدف محقق لمنتخب غنيا بساو هنا في الدقيقة كانت تقريبا في مشكلة في التغطية الدفاعية بشكل كبير كان من الطرفين كان من محمد حمدي ومحمد هاني دي لو الراجل رفع وشه وشاف كويس وهو بيلعب لأك هتممكن تشكل مشكلة كبيرة وهنا قدر يدرقها رامي ربيعة ويغطي تغطية كويسة من رامي ربيعة هات الحالة اللي بعدها جماعة طبعا هنا شوف الكرة دي بقى وهوريلك هنا في ديقة ستة وتت كل ده والنتيجة بص كما كريم كل الحجمات اللي أنا بقولها لك دي والأخطاء الدفاعية دي والنتيجة لسه سفر سفر الراجل بلعب رامي التمس هنا من نص الملعب بص الخط بتاع نص الملعب واببين هو زي ما انت شايفه هو في الكدر اللي واقف معنا ده مين ده ده زيزو هات الفريم اللي بعده جماعة زيزو بيشاول للعيبة المنتخب بيقول لهم ايه تعالوا تعالوا قربوا اضغطوا هنا اضغطوا هات الفريم اللي بعده بعد كل الضغط ده عشان يجيب اللعيبة تضغط ودي زيزو موجود معنا هنا بيرجع في الحالة هنا اصبحت هجم خطر جدا للمنتخب غنيا بساو جات ممكن برضو تشكل خطورة كبيرة جدا ما كانش فيه حال الضغط بتحصل من المنتخب المصري في الخمسة واربعين دقيقة الاولى من عمر المباراة وكان كل لعيب من منتخب غنيا بساو عايز يعد بكرة اتفضل عدي واشتغل براحتك زي ما انت عايز